مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ملخص هذه الأحوال انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد وخلال اليومين القادمين وبالتالي رح يكون الطقس خلال ثلاثة أيام القادمة طقس ربيعي معتدل بالنهار وربيعي لطيف ليلا مشاهدين فاصل ونواصل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الحرارة الجوية التي تمثل درجات الحرارة باللاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل وأيضاً ذات رطوبة أعلى وبالتالي هناك انخفاض على درجات الحرارة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثة وبناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة درجة الحرارة صغرى المتوقعة 17 والملموسي 16 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم لحد انخفاض على درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 إلى 28 أجواء معتدلة بالنهار وأيضاً لطيفة بالليل أثناء الليل الصغرى ستكون بحدود 16 درجة اثنين انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة نهاراً العظمى المتوقعة ما بين 25 إلى 27 والصغرى 16 درجة أجواء لطيفة ويوم الثلاثة أيضاً العظمى ما بين 26 إلى 28 أجواء ربيعية معتدلة نهاراً وربيعية لطيفة ليلاً والصغرى المتوقعة حوالي 17 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة الصغرى والعظمى اللاهر أنه في إربد راح تكون من 15 إلى 28 جرش 16 إلى 29 والمفرق 15 إلى 30 درجة عجلون من 14 إلى 26 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى أيضاً أجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً البلقاء 16 إلى 26 عمان 16 إلى 26 الزرقاء 18 إلى 30 مأدبة 17 إلى 26 البحر الميت أجواء حارة نسبياً معتدلة بالليل لكنها حارة نسبياً في النهار 24 إلى 35 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية أجواء معتدلة نهاراً لطيفة ليلاً الكرك 17-28 الطفيلي 17-27 الشراء 16 إلى 26 ومعان 19 إلى 30 وخليج العقبة 24 إلى 37 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة إلى لطيفة ليلاً لكنها حارة نسبياً نهاراً الأزرق 18 إلى 34 الصفاوي 17 إلى 33 ورويش 19 إلى 36 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة